من فترة قصيرة كده عرفنا ان دولة كولومبيا اللاتينية الشقيقة خدت قرار تاريخي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل اعتراضا على المجازر الصهيونية اللي بتحصل في قطاع غزة طول التمن سهور اللي فاتف بعدها بشوية كولومبيا دي نفسها قررت تقفل سفارتها في تال لقبيب بالضباء والمفتاح وتفتح سفارة جديدة لنج جوه فلسطين بس كولومبيا مسكتتش على كده دي من كام يوم وقفت تصدير الفحم الحراري لإسرائيل لحد ما صحينا يرتجوا عن الجرائم اللي بيعملوها كولومبيا اللي في آخر الدنيا وما نعرفهاش ولا تعرفنا عملت كل ده في الوقت اللي مفيش دولة عربية واحدة كشرت في وش اسرائيل أو حتى قلت لقى عيب كده اختشي بس بغض النظر عن ده ايه أهمية قرار منع تصدير الفحم ده وايه تأثيره على اسرائيل وعلى كولومبيا كمان هيا بنا نشوف عز ما حكامنا العرب الأفاضل صابتين نفسهم على السايلانت ومكتومين كاتمة المدمس وما فيش خاين واحد فيهم خد موقف عليه الإيمة ضد إسرائيل اللي بقالها 8 شهور بالدوك في قطاع غزة وكلهم كده بربطة المعلم مش قادرين يدخلوا عربية مساعدات واحدة لأهلنا الفلسطينيين اللي بيموتوا كل دقيقة من الجوع والقصف لاينا دول كتير قوي لا عربية ولا إسلامية هم اللي بيوقفوا وقفت رجالة وبياخدوا مواقف قوية ضد الصهينة بالنيابة عن الحكام العرب الخواجات جنوب أفريقيا مثلا من كام شهر خادت بعضها وطلعت على محكمة العدل الدولية عشان تجرجر إسرائيل في المحاكم وتتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة أسبانيا كمان سحبت كام دولة أوروبية في إيدها وطلعوا أعلنوا مع بعض الاعتراف بدولة فلسطين حتى جزر الملديف اللي مساحتها أقل من مساحة بلاجر معمورة أخدت موقف قوي برضو وقررت منع دخول الصهيونة الأرض دلوقتي الصهيونة اللي عاوز يصيف بياخد المايوب بتاعه فيله وبيروح طابة ولا شرم الشيخة هناك السيسي بيستقبلوا أحسن استقبال وبيقدلوا صوابعوا العشرة شمع وبيخلي الأجهزة الأمنية الباسلق تحميه وتشيله على كفوف الرح كمان معظم دول أمريكا اللاتينية فرسوا الملاي الإسرائيل وأطعوا العلاقات معها وطردوا الصفر الصهينة من بلاده بس كولومبيا بقى تحديدا كانت واخد الموضوع جد زيادة شويتين من كم شهر كده المعلم جوستافو بيترو رئيس كولومبيا طلع أعلن في خطاب رسمي أطع العلاقات الدبلوماسية مع الصهي بعدها بكام يوم قال إن كولومبيا هتنضم الجنوب أفريقيا وهتقدم هي كمان بلاغ ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومش هتسيب ناتينياهو إلا والحديد في إيدي شوية كده ولقنا بيقول إنه هيقفل سفارة كولومبيا في تل قبيب وهيبنئ سفارة رسمية في فلسطين جوه رمال بس الرئيس كولومبيا ما اكتفاش بكل ده لأ ده كمان قرر ياخد موقف اقتصادي ضد الصهينة عشان يتعلموا الأدب فهمواخد قرار من كام يوم بواقف تصدير الفحم الحراري للإسرائيل لحد ما الحرب تنتهي يعني ما شاء الله رئيس كولومبيا اللي مرميه في آخر الكوكب دي وملاش أي علاقة بالأحداث ما سابش حاجة ضد إسرائيل اللي هو عملها ناقص يروح ينضم الحماس أو ييجي مصر يفتح معبر رفح ويدخل مساعدات للفلسطينيين غاصب عن ساعة الرئيس السيسي وغاصب عن ميليشيات الحج إبراهيم العرجاني فخر السينوية بس إيه اللي يخلي رئيس كولومبيا يعمل كل ده ليه مثلا ما يقلتش الحكام بتوعنا ويطنش عادي ده حتى ساعتها أمريكا تنبسط منه قوي ومش بعيد تبعات له مساعدات كمان جوستافو بيترو قال أكتر من مرة أنه خاد كل المواقف دي ضد الصهينة لأن عليه واجب أخلاقي وإنساني وأنه ما ينفعش يبقى شايف مجازر وجرائم وإبادة جماعية بتحصل أصاد عينيه ويقف تفرج ومن ساعة ما كولومبيا أعلنت عن وقف تصدير الفحم لإسرائيل وإحنا بنشوف تحليلك كتير للقرار في الصحافة وعلى السوشيل ميديا ناس تقولك أن القرار ده هيضر الصهينة جامد وهيكدرهم ويطير النوم من عينيهم ناس تاني يقولوا لا ده كولومبيا هي اللي هتخسر لأن صادرتها هتقل خصوصا يعني أن اقتصادها بعافية اليوم دول وما كانش ينفع خالص أنها تستغنى عن مستورد مهم زي إسرائيل بيشتري منها فحم بالشيء الفلاني كل سن عشان نفهم تأثير القرار ده على إسرائيل وكولومبيا ونعرف مين فيهم اللي هينضر ويخسر أكتر خلونا نجيب الموضوع من أول مبدأيا كده إسرائيل بقالها سنين طويلة بتستورد فحم من ثلاث دول بالعدد وهم كولومبيا وروسيا وجنوب أفريقيا بس كولومبيا هي أكتر دولة إسرائيل بتعتمد عليها في حوار الفحم ده تقريبا كده إسرائيل بتشتري فحم من كولومبيا بمليار دولار كل أول سنة طب يا ترى الصهينة بياخدوا كل الفحم ده يعملوا بإيه؟ بيشوا عليه لحمة مثلا ولا بيرصوه على الجوزة أعلك لا؟ الموضوع أهم من كده بكتير إسرائيل بتستورد فحم حراري عشان تشغل بيه محطات الكهرباء لأن الحد دلوقتي عدد كبير من المحطات اللي هناك بتشتغل بالفحم مش بالغاز عشان كده أكتر من تلت الكهرباء اللي بتنتجها إسرائيل بتعتمد على الفحم المستور من حوالي سنتين كده المسؤولين الصهينة طلعوا عقلوا الكلام ده ما ينفعش عايب قوي يعني نبقى دولة مجرمة ومحتلة قد الدنيا ونفضل عايشين على الفحم زي محلات الكباب جي كده ساعتها الحكومة الإسرائيلية أعلنت إنها هتقلل استخدام الفحم بالتدريب وهتبتدي تشغل كل محطاتها بالغاز الطبيعي وعلى ما تهل سنة 2025 مش هتشتري في حماية واحدة من بلد بر بس بعد شوية صغيرة إسرائيل لاحس الكلام وقالت الصراحة بقى حوار التحويل للغاز ده يعطلها غالي قوي وهيتكلف مليارات ما لهاش آخر صغيح الأمريكان بيرضعون دولارات صبح وليل بس كل الفلوس دي بتروح على شيرة السلاح اللي بنقتل به الفلسطيني عشان كده إحنا مش هنقدر نستغني عن الفحم الفترة دي وهنفضل نعتمد عليه كمان يعني 7-8 سنين كده ولا حاجة والحمد لله يعني المصادر كتير ومتفر ربنا يخللنا كولومبيا وروسيا وجنوب أفريقيا الصراحة يعني التلاتة ما بيتأخروش عننا أبدا وبيدونا فحم كل ما نعوزه بأرخص الأسعار بس في آخر كم شهر حوار الفحم ده بدأ يعمل خرم في دماغ الصهينة ويقلقهم اش معنى يعني قال لك ما هي روسيا من ساعة ما دخلت حرب أوكرانيا وهي حالها الاقتصادي واقف والعقوبات الاقتصادية نازلت تريب فوق دماغها صبح وليل فما بقتش عارفة تصدر أي حاجة زي زمان خصوصا بعد ما كل سكك الملاحة اتقفلت فوشة ده غير بقى أن أمريكا ماسك الشركات الفحم الروسية وفين يوجعت بقى لها سنة عمالة تصادر حساباتهم وقصولهم وتفرد عليهم قرامات وتقفل الفروع بتاعتهم في كل أنحاء العالم لحد ما فلستهم وخلصت عليهم ومش بس جد ده المعلم بوتين كمان مش واخد صفة إسرائيل في حرب غزة والصهينة بيعتبروه وواقف ضدهم كل الكلام ده معناه أن إسرائيل ما بقتش تقدر تعتمد على روسيا في استراد الفحم ويريتها جيت على روسيا وبس ده المصدر التاني للفحم اللي هي جنوب أفريقيا بقت بتعدي إسرائيل عين عين وبتقدم ضدها بلاغات في محكمة العدل الدولي يعني إسرائيل وجنوب أفريقيا قافشين على بعض اليومين دول والعلاقة ما بينهم بايزة خالص وده ممكن يأثر على العقود والاتفاقيات التجارية اللي بينهم ومنها تصدير الفحم وده الوقت كولومبيا دخلت على الخطة هي كمان وقررت وقف التصدير يعني من الآخر كده إسرائيل صحت من نوم فجأة لقيت كل مصادر الفحم بتهرب من إيديها وبيذهبوا مع الريح واحد وراء الثاني في الأول روسيا بسامة الحرب أوكرانيا والعقوبات وبعد كده جنوب أفريقيا اللي العلاقات معها بقت على كف عفريق وده الوقت كولومبيا اللي وقفت وقفت رجالة وخدت قرار بوقف التصدير خلاص الكلام إن إسرائيل دلوقتي بقت في أزمة حقيقية مش عارف بقى تروح فين ولا تيجي منين لأنها لو ما قدرتش تجيب فحم انتجها من الكهرباء هيقل تلت وتل قبيب هتظلم ولو حاولت تستغنى عن الفحم وتحول لاستخدام الغاز هتكلف مليارات متلتلة وهتحتاج وقت يعني محتاجة بنية تحتية للكلام ده يعني القرار الكولومبي هيعور إسرائيل وهيدخلها في مشكلة كبيرة طب بالنسبة بقى لكولومبيا نفسها البلد يعني في عرض أي دولار بس في الآخر يعني شوية الفحم اللي بيروحوا إسرائيل دول بيمثلوا نسبة بسيطة جدا من الصادرات الكولومبية يعني الدنيا مش هتخرب ولا حاجة يعني لما تصدير يقف ورغم كده أول مصادر القرار معظم أحزاب المعارضة في كولومبيا استغلوا الموقف عشان يهاجموا الرئيس جوستافو ويصطبوا في المياه العكرة ويكسبوا بونط سياسي على حسابه ومن ضمنهم طبعا أحزاب موالية لأمريكا ودي يعني منتشرة في كولومبيا من زمان أكتر من مخدرات حزب الوسط الديمقراطي مثلا هز طوله ونزل بيان قال فيه إن جوستافو بيضحي بالاقتصاد الكولومبي عشان ياخد لقطة أصاد العالم ويعمل فيها سوبرمان اللي بيحارب قوة الشر في الكوكب حزب تاني قال إن الخواجة جوستافو دخل كولومبيا في معركة ما تخصهاش عشان يحقق مجد شخصي ويلمي لايكات حزب تالت صبط في الحوار برضو وقال مصمى الشفيف وقال جوستافو طالما أنت فالح قوي كده وصعبان عليك المجازر اللي بتحصل في غزة ما تروح تتشطر على أعمال العنف اللي شغال على ودنه في مدن كولومبيا نفسها ومش لقي حد يوقف ولا أنت زي القرع كده بتمد البر في بقى ربطة في كولومبيا اسمها الربطة الوطنية للتجارة عبارة عن كيان ضخم كده لها من كل شركات الاستراد والتصدير وهيقات الجمارك والمواني وليلة كبيرة أو الربطة الوطنية دي أول ما عرفت بالقرار الشح تفت على الآخر ونزلت بيان مفتخر قالت فيه الدمعة هتفر من عينها إن القرار وقف تصدير الفحم لإسرائيل هيقطع عيش العمال والموظفين بتوع الجمارك والمينة وهيخصر الشركات الجلد والسقط وهيخلي رجال الأعمال الكولومبيين يشحتوا وما يلاقوش حتى تمن الكوكايين اللي بيحبسوا به بعد الغدر يا ربطة الأفوار دي ما تهدي كده شوية وتبلع ري خسارة إيه وقطع إيش مي يعني شوالين الفحم اللي بيروحوا إسرائيل دول هم اللي كانوا مشغلين الجمارك والمواني والشركات ولو اتمنعوا الدنيا هتقف ده الأرقام الرسمية بتاعت حكومة كلومبيا ذات نفسها بيتقول إن التصدير لإسرائيل كله على بعضه كده ما بيكملش 6 من 10% من حجم الصادرات الكولومبيين يعني حاجة على طرف المعلاقة كده ملاش قيمة نضيف على كده بقى أن كولومبيا فضلت خيركو بتصدر فحم لدول كتير جدا في العالم زي هولندا وبولندا وتركيا وكوريا والبرازيل يعني الفحم الكولومبي ما شاء الله مرغوب ومطلوب وسوق ماشي زي الولعة مش هيبور ولا هيعفن يعني ولا هيتلقح على الرصفة لو إسرائيل ما خدتهش بس طبعا كان وضح إن الأحزاب والرطة كل همهم إن هم يهاجموا الرئيس الكولومبي ويخلوا شكل وحش قصاد المجتمع ويحسسوا الناس إن القرار اللي خده ده هيفقرهم وهيجوحهم رغم إن الواقع والأرقام بيقولوا إن القرار ده ملوش أي تأثير أو ضرر على الاقتصاد الكولومبي النظام الكولومبي بلقى ما شاف إن الأحزاب هيجى عليه كده وشغلها تقطيع في فروضه صبح وليل طلع قال بصوا بقى شوية أحزاب عرار القرار اللي خدنا ده مش هنرجع فيه حتى لو وقفتوا على دماغكم خصوصا يعني إن القرار قانوني حسب اتفاقية الجانب الاتفاقية بتدي الحق لأي دولة إنها تلغي الاتفاقيات التجارية مع دولة تانية لو شافت إن الدولة التانية دي بترتكب جرايم ضد الأخلاق وضد حقوق الإنسان وده بالضبط اللي بتعمله إسرائيل في غزة بقى لها شهور يعني من الآخر كده الرئيس جوستافو ماشي قانوني ومحدش لو عنده حاجة واللي مش عاجبه يشايد دفعه رئيس كولومبيا خد موقف إنساني وأخلاقي محترم عشان يأكد بالفعل مش بالكلام رافضوا للمجازر الصهيونية اللي بتحصل في اختاغز ما فرقش معها غضب أمريكا والصهينة وقلضشهم ولا هجوم الأحزاب والمعارضين ورجال الأعمال رغم إن كل الحاجات دي ممكن جدا تخسروا هو شخصية منصبه ورغم إنه لا مسلم ولا عربي يعني المفروض إن القضية ما تخصوش في حاجة ولو وقف يتفرج وهو ساكت محدش هيلومه بس هو مرضيش يقف يتفرج ولا قدير يشوف جريمة إبادة جماعية بتحصل قدامه ويفضل ساكت اتدوروا الباقي بقى على حكام العرب الخوانة اللي باعوا القضية من زمان ولبدوا في حضن الصهين ودلوقتي مش بس بيقفوا يتفرجوا على الفلسطينيين وهما بيتقتلوا كل ديارة لا دول كمان بيساعدوا إسرائيل على حصارهم وتجوعهم ولحد ما نشوف رئيس كولومبيا هيعلن الحرب على إسرائيل إمتى فمعنا اليوم حدود العيد الكبير هل علينا أبا الحج والعيد الكبير في بلدنا له حكايات زي اليومين دول من قيمة كم سنة أبا الحج العمدة الظلم ميمون المبطرخ خاد بعضه راح يحج وأهل البلد بيقولوا لزوم أن العمدة هيتوب أصاد الكعبة وهيتغير وهيرجع من هناك واحد تاني وتو ما هيوصل البلد هيبطل ظلم وفترة وهدي الناس حقوقهم غيرش اللي يحصل بعد راجعة العمدة ما يتحكيش أبا الحج جنب العمدة يوصل البلد لابس عباية حرير بيضم هفهفة وطاقية شبيكة زي اللبن الحليب وفي إيده سبحة كهرمان من أم 99 حباي وإحنا نعمله زفة كبيرة وهتك يا رأس وبقينا نرسم له مراكب على أحطان الدوار غيرش العمدة يرفع إيده لاجل ما يسكتنا ويقول أنتو لزوم أن تحجوا أهل البلد وتزوروا بيت ربنا النفر منك وهيرجع من هناك ناس الدنيا وما بيفكرش غير في الآخرة زي كده تمام بساعتها مش هيفرق معاكو بقى لا فقر ولا جوع وهترمو متع الدنيا دي على آخر إيديك وأولاد المرى كتاك الله وكيلة بالحج العمدة لما يقول كده أهل البلد كلاتهم يبصوا البعض ويستغربوا عانها وانلاقي الواد بقى دونس بيتسحب من لسانه وبيقول بقى على حس وإحنا هنحج إزاي بس جنابه ده الحج بيتكلف شئو شويات والنفر مننا مش لقى اللضة غيرش العمدة يقول سيبوها علي يا أهل البلد أنا هدبرها وقف معاكو الحد ما تحجوا العمدة يقول الكلمتين دول ويخش يدوروه ويسيبنا واقفين مش فاهمين حاج غيرش اللي نشوفه بعدها سواد مغل يا بل حاج يقولك الواد عينة بكان واقف يشتغل في غيط وصفار شمس قوم يلاقي الغفر داخلين عليه وبيقلعوا المحصول عافي بعدها الشيخ الغفر يجيب الواد من قفاه ويقوله من هنا ورايح محصولك هيروح للعمدة ولما الواد يسألوه وليه الأزية بس دي يا ساد شيخ الغفر يكرطه على وشه ويقوله أزية إيه يا ابن الرفض العمدة هياخد محصولك أول بول يبيعه ويحوش تمنه لحد ما يجمع لك فلوس الحج يعني جنابه عاوز مصلحتك يا كافر يا قليل الدين بعدها بحبة الغفر يغبه على زريبة شوالة بواردة وياخدوا جموسته بالغصب ولما الواد يبكي يقوله للعمدة هيرب الجموسة عنده ويفضل طول السنة يبيع لبانها ويحوش لك تمال عشان تعرف تحج الموسم الجاي ولما الواد يسعى ويقول مش عاوز حج الغفر يشيلوه مربعة ويودوه للشيخ دورة إمام الزاوية أم الشيخ يقوله إن شوالي كافر وينزل فيه جلد بالكرباج السوداني اللي حدق يلقى كان رب الحج الغفر بقوا دايرين يسرقوا البهايم والأراضي صبح وليل ويقوله إن العمدة هيبيعهم ويحوش تمانهم لجل ما يحججنا وما بقاش فيه نفر يستجري يعترض ولا ينطق بكلمة اللي يتقال عليه كافر وكرباج الشيخ دورة يلاسوا عجلتك ويرتها جيت على كده بالحج ده العمدة يحكم رأيه إننا لزومة نتمرن على الحج قم بقى يخلي كل نفر فينا يلف للنهار حوالين داره لجل ما يتعود على الطواف حوالين الكعب ومن ناس من كتر اللافة بقوا يقعوا من طولهم ويفرفرة ولدها بعدها العمدة يودينا كلنا عالجبل ويوقفنا بالأيام في عز الشمس لجل ما نتمرن على وقفة عرفات قموا وإحنا وقفين هجمت الجبل يطلعوا علينا يقشطونا وقتاري العمدة رجع من الحج أبا الحج بس لا تاب ولا بطل ظلم ده بقى أنجس من الأول سرق فلوسنا وأرضنا وبهيمنا ولففنا حوالين بيوتنا لحد ما دخنا ووقفنا في الجبل لحد ما الشمس يكلتنا واتنهابنا من الهجام والحج يفولي بقى يبصلنا ويقول وهو اللي ما عرفشه ربنا طول حياته هيعرفه لما يحج أولاد المرأة للاست العيد الكبير هل علينا بل حج غيرش العيد في بلدنا له حكايات ونشوفكم على خير إن شاء الله